هذا هو يعد رفض تعاون العسكري والأمني بين قطر وإيران مطلبا رئيسيا على رأس قائمة المطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لقطر وهو ما تصر عليه قطر عبر زيادة تعاونها مع إيران ونشر قوات الحرس الثوري على أراضيها في دلالة على تصعيد عسكري قطري خطير في التعامل مع أزمة سياسية لا دخل للعامل العسكري فيها إيران رأس حربة الإرهاب هي المزودة والممولة والداعمة والمؤدلجة للإرهاب من خلال مشروعها التوسعي لذا فإن أي علاقة دولية وطيدة ترتبط بإيران فإنها مدعاة للشك ومثيرة للريبة فما بالك إذا جمعتهما اتفاقات أمنية وعسكرية فعلى ما يبدو أن قطر لم تكن مؤمنة بفكرة المصير المشترك الذي يجمع دول مجلس التعاون والذي بني عليه تكامل أمني وعسكري يهدف لدرء المخاطر عن تراب الخديج العربي فعلى ما تعدم الرضا القطرية مهدت الحرس الثوري الإيراني في أن يطأ أراضي قطر بغطاء التدريب العسكري ويجدر بالذكر أن مغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية مطلب أساسي من مطالب الدول المقاطعة لكن المضحك المبكي أن إيران وقطر تكافحان الإرهاب فقد وقع البلدان في أكتوبر عام 2015 اتفاقا أمنيا وعسكريا تحت مسمى ويالا القرابة مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة وقتها أيضا التقى كل من قائد حرس الحدود الإيراني قاسم رضائي بمدير أمن السواحل والحدود القطري علي أحمد سيف ونتج عن لقائهما توقيع اتفاقية تعاون لحماية الحدود المشتركة وشمل أيضا إجراء تدريبات عسكرية هذه الاتفاقات وضعت لها اللبنة الأولى عام 2010 وقد تضمنت إمكانية الدوحة بالاستعانة بالقوات الإيرانية بما فيها الحرس الثوري الإيراني في حال وجود شغب أو إرهاب في الدوحة لكن تم تفعيل هذا البند بانتشار قوة من الحرس الثوري داخل وخارج القصر الأميري القطري خلال الأيام الماضية كما أشارت المصادر إن زرار قطر نحو إيران جاء باعتبار من الدوحة أن طهران جزء لا يتجزأ من الحل الأمني في المنطقة ولا تنظر لها كتهديد كما ينظر لها العالم فإن التقارب الإيراني القطري ليس وليد اللحظة والتاريخ شهد على ذلك ترجمة نانسي قنقر